دي كانت الكلمة بتاعت السيد محافظ البنك المركزي سيد طريق عامر وطبعا المسألة الاقتصادية او ما مرد بيه البلاد لان البنك المركزي الحقيقة كان عامل زي بيفكرني كانه احد يعني واحدة عسكرية في الحرب يعني فيه حرب عسكرية موجودة في سينة وديش عارفنا وسمعينا عم كل حاجة الحرب الاقتصادية الموجودة بنفس القوة وبنفس الشراسة فانت عشان بتواجهها لازم بتواجهها اول ما حاولها هو البنك بتاعك المركزي اللي يقدر يرد على ده محاولات رهيبة جدا لتجفيف منابع الدولار وقف السياحة تحولات المصريين في الخارج حاجات كتيرة جدا ودائما وبعدا احنا في الظروف يعني البنك المركزي او الدولة انت في الظروف صعبة انها نعم مش مثلا دولة ومستلمين مثلا ان احنا مشا الله بنصدر مثلا عضعفها عضعفها بنستورد لا احنا تقريبا بنستورد كل حاجة وتقريبا ما بصندرش اي حاجة فالحكاية يعني من كل ناحية فانت النهاردة عشان الناس اللي تتكلم لان النهاردة بعد كلمة السيد طريق عامر ديت اتفرج على الكتاب الاخوان واللي حيقودوا خرباءه بقى في الكلام ويعملوا كلام هو في ظرف اقتصادي صعب احنا بنشتغلش ما بتنتجش عندنا مشاكل كثيرة جدا وموقفين كل حاجة كل حاجة حاجة كاملة جدا الحرب الاقتصادية والله العظيم كان يالب على خبراء الاقتصاد اللي عاديد بنظره اللي بيكتبوا اللي بيطلق يعني بيكتبوا اللي وقال كان يالب تعمل كان يالب على خبراء الاقتصاد كلهم انهم يعودوا يعودوا ببعض تصيب الحكومة بتاعهم من كلامنا وانتوا قعدوا وقولوا قادي رشتة بتاعتنا قادي البرنامج بتاعنا وقادي ان احنا نقدر نعمله هو في هذا الموضوع بدل التنظير وبدل المزايدة لان ظروف صعبة وكل واحد اللي بيتكلموا دول كلهم يعلمونا تماما ان الدولة ظروف صعبة جدا جدا ده مش تبرير ولا مبررات انما احنا عارفينها كلنا وفي حد بشتغل وفي حد بشتغل ولا عايز حد عايز يشتغل وإحنا بننتر اي حاجة وإحنا ايه اللي بنصدره بالنسبة للي بنستورده هل احنا حاولنا احنا في الفترة اللي فاتت احنا كلنا أو او العلام يوجه الرأي العام او يعمل حالة عند الرأي العام النهاردة فكرة ان احنا ازاي نرفع انتنا ازاي نقلل استهلاكنا ازاي نستغني عن كل حاجة مالاش لازمة في استراضنا ازاي ما هده اللي مطلوب ده عشان تتعد عشان نساعد الناس دي عشان نساعد الناس دي احنا ساعدينهم كده عملين نتفرل وعملين ننظر وكأنهم ايه يعني ايه كانهم معاديين مثلا كانوا واخدين المحافظة البنك المركزي او الوزير او الرئيس الوزرع او الرئيس الامورية كانهم يعني واخدين نشان اه رئيس مصر شرف يعني شرف ما بعضه شرف لاي انسان انه في نفس الوقت لازم نعذره ونعذره الظروف وقعدين احنا بنتكلم في الموضوع بالظبط زي كل مشاكلنا زي كل مشاكلنا بس محدش بيرضى يتكلم وخبراء الاقتصاد كلهم لما تشوفهم في تصرحاتهم او بطلعوا في البرامر عملين يتكلموا ينتقدوا طب يا عم خلاص انت بتقول انه ده غلط طب الصح ايه ولا انت عايز يعني انا فيها يخفيها يعني انت يعني لما مش برح اقد اشتمك ونظر عليك قول لنا الصح ايه ما انت كل الظروف المحيطة واللي بتقدي للوضع اللي احنا فيه كلها سلبية انك انت السياحة توقف التحولات بتاع دي توقف ان الشعب مبشتغلش انه عندك خمس سنين فيهم سنتين مصر كل اسبوع بتبقى مصر بتخسر على الاقل ربع مليار ديني في الحوارق الحرق والمظاهرات والمليونيات والكلام اللي احنا عارفينه ده كل دية كلها تركوا مادي كلها يعني المشاكل كلها طب ما نقف نحل مع بعضينا واللي عنده خبرة وعندنا خبراء ما تقولوا يتعمل ايه قول اللي بكرة با حتسبح اقولك اصلا تعويم الديني غلط وحي ودينا ولما كانش عاومي اقولك كان لازم نوصل لتعاومي من ايه طب نقفل الشباك واللي نفتحه انا مش خبير اقتصادي واغلبنا مش خبر اقتصادي بس الخبر اقتصاديين يقول الحل بدل ما تنتقطه اقول ده غلط اقول ده غلط عشان واحد اثنين ثلاثة وانا بتاهد في حل واحد اثنين ثلاثة كده ربنا حتى في الابتعاء بتاعك حديك سواك انما التنظير والحوادية الكثيرة والكلام ده كله اشيء يعني صراحة صعب 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 ويعني وما حدش عايز يبدي ايده في الظرف الصعب اللي فيه مصر اللي يطلع يقولك لازم تصلح مع الاخوانة سعد الدين ابراهيم اللي يطلع البرادع يوم السوش دي الاثناشر شهيد من اقواتنا مسلحة من خمستاشر يوم واللي بتاع يطلع اقولك حانا الوقت الوقف القراهية وبعدين يطلع اول مبارح يقولك انما كنتش اعرف الحقيقة اي حدا النهاردة الاستاذ حاندريز العامودي اليومي بتاعه الحقيقة جايبله حاجة كتمنشورة في الشروق ان هي كت مجلة المانية ودرنان الماني عامل حوار معاه كل اللي قيله لدرنان الماني في 2013 قيل عكسه في البيان بتاعه طبعا يعني هو بينسى مش ياخد باله ما هو ربنا صب يعميهم عشان خطر هو اللي يقولك اصلا ما كنتش اعرف ما عرفش ايه يعني هو في الاول قالك ان احنا ما كان قالوله ازاي تبقى اخد جايزة نوبل وتشارك في حاجة انقلابية ضد رئيس شرعية لا هو مش هو رئيس انتخب بالطريقة اقرب للشرعية يعني هو بيشكك في انتخابه دي نمرة واحد نمرة تنيم بيكلم بيقول كان الملايين اللي النسد دي كان يمكن صعب ليدا يمكن تجاهلها وكان ممكن مصر حتب فيه مشاكل كبير ليدا بيقول كلام للمجلة الالمية من 2013 نسي هو بقى ولما السياده طلبوا منه ان يعمل حاجة عشان 11-11 قال بقى الكلام اللي قاله ده 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 الدكتور البردي اللي هو عمره هما كلهم بيرهنوا على الشعب الحرب الاقتصادية بتاعتهم مضغط الاقتصاد بتاحهم الحرب على امل ان يبقى فيه ثور النياع هو ده ده يعني ده الطلقة الاخرنية اللي معاهم يعني بيكلموا على ده هو ده طب لو حصل الله لا يقدر يعني لو حصل الكلام ده كله مصر بتح تروح فيه لما حيطلع بقى لو فرضنا اللي قاعد يطلعوا وعمل دولة وبعدين حيحصل ايه مين اللي حيني منقذ وحيعمل ايه وقول لنا ايه الرشدة بتاعته اللي حتب عنده انا عايز اشوف مين حد كده حيبا يعني بنعتبر ان احنا خلاص مش حارفين نعمل حاجة وصولوا اللي انت عايزين تعملوها اللي عمل تقول نزل 11-11 عن نتظار تتظار عشان ايه في الظل الظروف اللي احنا ما شافنا ديت هي نقصة يعني في كل الاحوال ربنا سبحانه وتعالى يعني بحقيقة الامر بيفضحهم بيفضحهم بفضايح كتير عميدا يعني يعني اللي قاله البراءة لعدنان النهاردة تساس حمد رزق النهاردة يعني الكلام لانه داب له ما اكلمش داب كلامه الاولان وداب كلامه التاني وبس ادي اللي بتعمل اشتركوا في القناة